ويكن جديد والليلة مزبطكم بأربع أفلام للسهرة بتصنيفات مختلفة الفيلم الأول عن عميل متقاعد يكتشف منظمة سرية تنهب أموال الناس فيضطر أنه يلاحقهم وينتقب منهم على أعمال الوحشية اللي بيقوموا بيها فيلم الأكشن والانتقام من بطولة جيسون ستيثم The Beekeeper موجود في المواقع بجودة عالية تقييم الشخصي هو 6.5 من 10 ولو تابعته بالدور على فيلم ملغم بالأكشن والقتالات فليفوتك هذا الفيلم واللي قصته عن ابن رجل ثري اللي يرجع من أمريكا عشان ينتقل من الناس اللي بيهددوا حياة أبوه فيلم جميل والأجمل والتواجد الممثل اللي كنت أحب أتابع عماله من وانا صغير الممثل عنيل كابور والفيلم من بطولة قريبه رامبير كابور فيلم الأكشن والجريمة Animal وموجود في بعض حسابات نتفلكس وفي المواقع بجودة عالية تقييم الشخصي هو 7 من 10 والفيلم الثالث هو فيلم الرعب اللي قصته عن روح شريرة تنتقل بين سكان بلدة ريفية وتحاول هذه الروح الشريرة أنها تنولد بينهم وكل اللي يقدروا يسوه أنهم يهربوا تقريبا هذا أفضل فيلم رعب قدرت أبحث عنه في الفترة الحالية واسمه وانايفل لاركس وموجود في المواقع بجودة عالية تقييم الشخصي هو 6 من 10 وأخيرا الفيلم الرابع هو الفيلم اللي أنصح الجميع أن يتابعوا قصة تمثيل إخراج من أفضل الأفلام بالنسبة لي سنة 2023 هذا الفيلم اللي فاز بثمانية جوائز إلى الآن وترشح بخمسة جوائز للأوسكار في هذه السنة فيلم الدراما The Holdovers ووجود في المواقع بجودة عالية تقييم الشخصي لهذا الفيلم وثمانية فاصة خمسة من عشرة كان معكم عبدالعزيز خوجة السلام